ننتقل إلى الجانب السياسي ينضم إلينا في الستوديو سيد أحمد الحيلة الكاتب والمحلل السياسي أهلا وسهلا بك سيد الحيلة هل هذه مؤشرات يمكن أن يبنى عليها على أن المقاومة ليست في وضع ضعيف كما يتخيل بعض نعم أعتقد ما تفضلت فيه صحيح وما يؤكد ذلك أيضا أريد أن أستشهد بمقاله جيورا آيلان بالأمس وهو صاحب خطة الجنرالات بمعنى تفريغ شمال قطاع غزة من المدنيين بالقوة العسكرية القهرية قال بشكل واضح قال معنى غزة ولبنان لا تقود إلى المقتل مزيد من جنودنا وأضاف الضغط العسكري وحده لا يفضي إلى نتائج وهذا مؤشر مهم جدا من رئيس مجلس أمن قومي سابق يؤكد على أن العافية المقاومة الموجودة هي التي ترسخ لدى الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يمكن الوصول إلى نتائج سياسية كما هو مرجو وهذه مسألة جدا مهمة إضافة إلى ذلك الجنرال العسكري على الأهمية إلا أن اليوم رغم أستاذ محمد رغم الكارثة وعمليات القتل الممنهج والإبادة الجماعية إلا أن الشعب الفلسطيني لا زال يمسك على الجمر بصبره وهنا أريد أيضا أشهدها بتقرير للأمم المتحدة قال رغم كل ما يجري في الشمال لحد الآن يوجد بالحد الأدنى 90 ألف فلسطيني لا زالوا يعيشون في منطقة الشمال التي تشهد أكثر من 40 يوم تقريبا مقتلة ومجزرة بسبب عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر